من الأمراض الشائعة في العصر الحاضر مرض القلق والاضطراب فلا يكاد الإنسان المعاصر يشعر بالراحة والطمأنينة القلبية السكينة فأصبحت الطمأنينة القلبية عزيزة المنال طبعا مقام طمأنينة القلب من أرفع المقامات التي يمكن أن يصل إليها الإنسان وهذا المقام يطلبه إبراهيم الخليل وهو النبي ورسول حيث يقول الباري عز وجل في القرآن حكاية عن إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى الجواب ببلى يعني يا رب أنا مؤمن أصلا ما يمكن أن نتصور من يصل إلى مقام النبوة يعيش حالة الشك والريب في إيمانه مقام النبوة مقام الإيمان الراسخ وإبراهيم وصل إلى هذا المقام حينما طلب من الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى كان نبيا إذن لا يمكن أن نتصور أن إبراهيم كان يعيش حالة الشك والريب في الإيمان وحاشا إذن لماذا يطلب إبراهيم هذا المقام هذا المقام طبعا ذو مراتب مشكك كما يعبر الفلاسفة والعلماء هذا المقام رفيع جدا وهو مقام طمأنينة القلب وللآيات الشريفة كما ذكر بعض المفسرين مناسبة حيث يقولون مر إبراهيم الخليل عليه السلام على ساحل البحر فرأى جثة حيوان هائل حيوان بحر ما أدري هو الحوت باصطلاحنا اليوم أو حيوان آخر نصفه في البحر ونصفه على اليابس وأصبح طعمة لحيتان البحر وطعمة لحيوانات البر يعني الجزء الموجود في الماء أصبح طعمة لحيتان البحر حيوانات أو الموجودات البحرية الجزء الموجود على اليابسة أصبح طعمة لحيوانات البر إبراهيم الخليل بدأ يفكر قائلاً هذا الحيوان أصبح أجزاء متفرقة وأصبحت تلك الأجزاء أجزاء أيضاً من تلك الحيوانات التي تناولتها فكيف يمكن أن تعود مرة أخرى متشكيك في قدرة الله عز وجل وإنما سؤال إبراهيم سؤال تعجب يعني يا سبحان الله كيف تعود هذه الأجزاء المتفرقة التي أصبحت أجزاء من كائنات أخرى بعد ذلك يرجعها الله أنت يقين بأن الله سيعيد هذه الأجزاء قادر على إرجاع هذه الأجزاء لكن من باب التعجب بعدها طبعاً هذه شبهة موجودة تناقش في كتب العقائد شبهة الآكل والمأكول شبهة خاضة فيها العلماء ومقالات متعددة طرحت لمعالجة هذه الشبهة إبراهيم الخليل أراد أن يقف عياناً على إرجاع هذه المخلوقات إلى حالتها الأولى لهذا طلب من الله عز وجل ربي أرني كيف تحيي الموتى يعني أنا مؤمن يا رب بقدرتك ولا شك ولا ريب في قدرتك لكن أريد أعرف أقف على الكيفية عياناً هذا ما يطلبه إبراهيم فجاءه الخطاب أولم تؤمن قال بلى بلى يعني أنا مؤمن لو قال نعم لأقر بالنفي الوارد في اللغة العربية إذا كان السؤال ينطوي على النفي نفي شيء والجواب بنعم يعني أقرار بذلك النفي أما إذا كان ببلاء لا يعني أنا لا أنا مؤمن يا رب على كل حب فطمأنينة القلب هذه هي ما يبحث عنها الإنسان الكيس الفطن لأن طمأنينة القلب تجعل هذا الإنسان مستقراً في الأزمات إذا ما تعرض هذا الإنسان إلى حالات الابتلاء في الحياة الدنيا تجد هذا الإنسان صاحب طمأنينة القلب ساكناً شوفوا في واقعة الطاف علمتنا هذا الدرس المهم وهو درس طمأنينة القلب إذا تتأملون في حالات الحسين سلام الله عليه وأصحاب الحسين تجدون طمأنينة القلب مع أن الوسط أو المورد مورد صعب جداً قتل قتال ورؤوس تطير أيدي تقطع دماء تسفاك في وسط المعركة والحسين رابط الجأش حتى يعبر بعض نقلة التاريخ الرواة يقولون كلما نزلت عليه البلية ازداد وجهه إشراقاً كناية عن ماذا؟ كناية عن السكينة التي كان يعيشها الحسين سلام الله عليه وقعاً عجيب هذا الدرس سيدة زينب سلام الله عليه سيدة زينب حينما وقفت على مصرع أخيها الحسين سلام الله عليه وقعاً صورة عجيبة تستوقف المتأمن ترى الحسين بتلك الحال صعب جداً صعب على الإنسان أن يرى عزيزه بهذه الحال مقطع أمام عينيه حتى المؤمن الجلد ما يستطيع أن يتماسك نفسه في مثل هذه الموارد لا أقل يصاب بالذهول ولو للحظات يفق التوازن ولو للحظات ينهار هذا إذا كان رجل جلد مؤمن تعرفون أنتو عواطف المرأة المرأة عاطفتها جياش للغاية فتقف على مثل هذا الموقف يمكن يغمى عليها بينما السيدة زينب سلام الله عليه ماذا صنعت يقول الرواد وضعت يديها تحت ظهر الحسين سلام الله عليه رمقت بوجهها إلى السماء قالت اللهم تقبل منا هذا القربان هذه سكينة طمأنينة القلب هذه صورة من صور طمأنينة القلب ومن أروع صور طمأنينة القلب نقف عليها في تاريخ عاشوراء كذلك بعض أصحاب أو أصحاب الحسين سلام الله عليه أصحاب الحسين هأنتم ترون يسقط مضرجاً بدمه أمر بن قرض إذا ما خانتني الذاكر يسقط مضرجاً بدمه به رمق من الحياة يأتي الحسين يقف على رأسه يفتح أين يشوف الحسين عند رأسه يقول أوفيت يا ابن رسول الله بكل طمأنينة بكل سكينة مسلم بن عوسج يقف عليه حبيب بن مظاهر الأسد حبيب بن مظاهر أسدي ابن عمه جاء حبيب جاء الحسين سلام الله ومعه حبيب ومسلم بن عوسج مضرج بدمه تقدم حبيب أخذ يخاطب ومسلم لو لا أعلم أني على الأثر لأحببت أن توصيني بما أهمك عندك عائلة عندك أطفال عندك عندك لعله عندك وصية تتعلق بهم أنا لو لا أني أعلم أنه سأمضي على هذا الطريق من بعدك بعد قليل لا أحببت أن توصيني فتح مسلم عينيه وأشار إلى الحسين بيده بيرمق من الحين قال أوصيك أن تموت دون هذا هذه واقعا نماذج لا نلتقي بها في تاريخ البشرية إلا في هذه الساحة يقول الحسين سلام الله عليه يقول الحسين يستأنسون بالمنية دون استئناس الطفل إلى محالب أمة أنت شايف الطفل لمن يرضى شلون يشعر براحة وطمأنينة أفضل الحالات من الراحة والطمأنينة والسكينة التي يعيشها الطفل هي هي اللحظات اللحظات التي يرضى فيها تأملوا في الطفل وهو يرضى من أمه شاهدون حالات طمأنينة سكينة راحة حسين سلام الله عليه يعبر عن أصحابه بهذا التعبير يقول يستأنسون بالمنية دون استئناس الطفل بمحالب أمه المنية مو شيء مو شيء سهل الموت مخيف لكن هؤلاء يستأنسون به لأنهم وصلوا إلى مقام الطمأنينة القلبية وهذا ما يحتاج إليه الإنسان في حياته إنسان في معترك الحياة يواجه تحديات متعددة صعب مشاكل فإذا لم يكن يمتلك طمأنينة القلب لعله ينكسر أمام هذه المشاكل والمصاعب فكيف يمتلك الإنسان هذه الطمأنينة ما هي العوامل التي تجرب للإنسان طمأنينة القلب هذا سؤال السؤال الثاني ما هي أنواع الطمأنينة والسكينة سكينة أنواع ولعل البعض يشتبه يبحث عن أنواع هذه الأنواع لا تعبر عن طمأنينة القلب والسكينة الحقيقية بل هي أنواع مزيفة من السكينة والطمأنينة هذا من المهم أولا أن يعرف الإنسان هذه الأنواع قدنا ستة أنواع من أنواع السكينة وطمأنينة القلب ستة أنواع إثنان منهما مزيفة وإثنان منهما إن كان يمنحان الإنسان نوع من السكينة والطمأنينة لكن مطمح الإنسان المؤمن لا يتوقف عند هذين النوعين من السكين إثنان الإثنان المتبقيان هما يعبران عن السكينة الحقيقية فما هذه الأنواع الستة سوف أتحدث في الجلسة عن الأنواع الستة والجلسة اللاحقة إن شاء الله تعالى أتناول أهم العوامل التي ذكرت في القرآن وفي الروايات التي تجرب للإنسان طمأنينة وسكينة الروح وأطبق إن شاء الله من خلال الشواهد من ثورة الحسين ما هي أنواع هذه السكينة ستة أنواع هناك سكينة يصطلح عليها بعض العلماء بسكينة الجاهلين من شأها الجهل البعض يعبر عنها بسكينة الخرافة كل خروف جلكم الله إذا توفر للمأكل للمشرب المأوى تجده رابضا على الأرض ساكينة هذه ليست سكينة حقيقية هذه السكينة مزيف يقول بعض الناس هكذا بعض الناس يبحث شنو عن المأكل المشرب المأوى هم وغم وفكرة دائما في تحصيل هذه الأمور ويتصور بأنه راح يصل إلى السكينة هذه ما تجلب السكينة صحيح امتلاك المال والقدرة المالية يسهل على الإنسان أموره في الحياة لكن يجلب له السكينة لا هذا اشتباه هذا خطأ ما يجلب الطماني والدليل على ذلك أنك تجد بعض الأثرياء بمجرد أن يواجه مشكلة صعوبة من صعوبات الحياة مثلا عنده مشكلة أسرية عنده مشكلة مع بعض الأشخاص يلجأ إلى الانتحاء لأنه لا يجد تلك الطمأنين التي من خلالها يستطيع أن يجتاز هذه المشكلة فلو كان المال والقدرة المالية توفر له هذه الطمأنين لا اجتاز هذه المشكلة إذن هذا النوع الأول نوع خاطئ وعلينا أن ننأ بأنفسنا عن هذا النوع صحيح تطلب المال لتسهيل الحياة لكن ما أطلب المال تحصيلاً لطمأنينة القلب وراحة الروح والسكين ما يوفر هذه النوع النوع الثاني سكينة الغافلين من شأه الغفلة موجهل أحياناً كل إنسان غافل يعني الإنسان يعرف الحقيقة لكنه يغفل عنها فهذا النوع أيضاً نوع مزيف من أنواع السكينة النوع الثالث من أنواع السكينة يصطلح عليه بالسكينة الفكرية العقلية أحياناً الإنسان تضطرب نفسه لأنه لا يمتلك الدليل والبرهان لكن بمجرد أن يمتلك الدليل والبرهان تستقر نفسه تطمئن يقولون سابقاً كان الناس إذا حصلت ظاهرة الخسوف أو الكسوف يصابون بالهلع لأنهم لا يعلمون حقيقة هاتين الظاهرتين أما اليوم فالناس وقفت على الدليل والبرهان قاطع لهاتين الظاهرتين تجد الناس تضحاك وتمارس حياتها بشكل طبيعي جدا فسكينة السكينة العقلية يستجربها الإنسان من خلال الدليل والبرهان النوع الرابع من أنواع السكينة السكينة الأخلاقية من شأها اتصاف أو عبارة عن تطهير النفس مما علق بها من لوث الصفات السلبية شوف هذا الإنسان إذا اتصف والعياذ بالله بصفة الجشع والطمى إذا اتصف والعياذ بالله بصفة الحسد 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 لا يعرف الراحة في الحياة الدنيا دائما ينظر إلى غيره دائما نظره إلى ما يمتلكه الغير ويتمنى زوال نعمة الغير والحصول عليها ولذلك لا يشعر بالراحة أيضا من مصيبة بمرض الطمى أو طول الأمل أمال حيانا للبعض للأسف الشديد يعيش غارق في آماله مثل ابن سعد مثل ابن سعد يتمنى جنوب فقط الحصول على ملك الرأي لم يصغي لنصائح الناصحين المشفقين ما صغى ابن سعد كامل صديق والد ابن سعد رجل اسمه كامل هذا لما سمع بعزم ابن سعد على الخروج لقتال حسين جاءه وقال له يا ابن سعد أفن لك ولدينك أتعلم لقتال من تريد أن تخرج ملتفت إلى قتال من أنت تريد تخرج الآن والله لو أعطيت كنوز الدنيا على أن أقتل رجلا واحدا من أمة محمد الله صلح محمد لما فعلت وأنت تريد قتل ريحانة رسول الله أعلم يا ابن سعد صحو نصيحة صادق أعلم يا ابن سعد إنك إن قاتلته أو أعنت على قتله لم تلبث في هذه طويلة تفت ابن سعد إليه قال وتخوفني بالموت وإني إن فرقت من قتله رجعت وأنا يكون لي ملك الري رجعت وأنا وأمير على سبعين ألفا ويكون لي ملك الري فعاود نصيحته مرة أخرى وذكره بحادثة حصلت لأبيه مع راهب كان في الطريق إلى الشام حذره حيث قال له من ولدك من يقتل ابن بنت نبيكم وذكره بذلك كان ابن سعد على علم بهذه القضية وإذا بابن سعد يأبى الأنصيح لتلك النصائح وخرج لقتال حسن لما علم ابن زياد قال أنه كتب التاريخ لما علم ابن زياد بأمر كامل أمر بأحضاره في تلك الليلة وأمر بقطع لسانه فقطع لسانه وصار ينزف طوال الليل حتى فارقت روحه رحمه الله كان ناصح مشفق لكن ابن سعد كان مصاب بهوس هوس ملك روحه هذا الطماء هذا الجشع طول الآمال هذه أمراض أخلاقية فإذا استطاع الإنسان أن يخلص هاي النفس من هذه الأمراض الأخلاقية يشعر بالحالة من السكين والطمأنين يسموه طمأنين أخلاقية زين شوفوا هاي الأربعة أربعة الأنواع النوع الأول والنوع الثاني لا بد للإنسان أن يحاربه النوع الثالث والنوع الرأم مطلوبان لكن لا يكتفي الإنسان بهما الإنسان أن يصل إلى النوع الخامس والنوع السادس النوع الخامس ما هو النوع الخامس سكينة العارفين من شاءها معرفة الله عز وجل المعرفة العملية ليس المعرفة النظرية المعرفة العملية أحيانا للإنسان يعيش المعرفة النظرية لكنه لا يعيش المعرفة العملية وأحيانا الإنسان يكون عارف بالله معرفة عملية وإذا قلنا له أرّفنا بالله ما يستطيع نظريا ما يستطيع كيف ما هو الفارق لحل بعضكم سمع بهذه القصة تختصر قصة تختصر الوقت واحد من العلماء يقول سافرت إلى بلد إسلامي احتجت للسفر من منطقة إلى منطقة أخرى بواسطة الباص وكان تقريبا نحتاج إلى مدة حتى نصل يقول لما أصعدنا الباص قريب نوصل إلى المنطقة المرادة يمكن كلها ربع ساعة عشر دقائق مررنا على حقل قمح فسائق الباص أوقف الباص نزل مسرعا إلى ساقية ماء كانت هناك وتوضأ وصف قدميه وصلى ركعتين يقول هذا العالم أنا تعجبت الوقت مو وقت صلاة صعد واصل المسيح وصابني الفضول جئت إلى قلت له لماذا تؤخر المسافرين كلها عشر دقائق ربع ساعة نوص وصلي ما شئت من النف مو وقت صلاة يقول ابتسم قال إن لي حادثة قد حصلت في هذا المكان سوف أحدثك به يقول أنا أيام شبابي وكان تقريبا يقول في الخمسينات من أولا يقول أيام شبابي ما كنت أعرف الحلالة والحرام والأصلاة والأصيام ولا غيرها يقول أيام من الأيام خرجت في السيارة الخاص مررت بهذا المكان كان هنا حق القمح للتوي قد حصلت يقول احتجت لي قضاء الحاجة نزلت قضيت حاجتي رجعت للسيارة يقول بالطريق وإذا بي أرى نحلة أخذت حبة قمح وطارت قلت تعجبت قلت النحلة أخذ حبة القمح نحلة ما تجبع طعامها مثل النملة كنت صرت راقبين النحلة جاءت إلى شجرة نظرت أسفل الشجرة رأيت أصفورة ميتة أعلى الشجرة هناك أشبه أصفوران صغيرة يقول جاءت النحلة لما سمع الأصفوران أزيزها فتحا من قاريهما فوضعت حبة القمح بين من قاري أحدهما ثم طارت وجلبت حبة أخرى للآخر يقول أنا أشاهد هذا المشهد هزني من الأعماق بكيت أخذت أخاطب هذه النفس يا فلان أنت حريص على جمع المال من حلاله وحرامه تخاف على رزقك والله عز وجل هو المتكفل بالرزق الله الذي ساق هذه النحلة لتطعم هذين الأصفورين الضعيفين ينساك يقول انفجرت في البكاء وصلت أبكي 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 رجعت إلى الدار وأنا أبكي وتبت توبة نصوحة يقول منذ ذلك الوقت اتزمت بالدين ولله الحمد أنا محافظ على صلاتي صيامي واجباتي الفرائض يقول لكن كلما مررت على هذا المكان نزلت وصليت ركعتين شكر على الهداية شاهدنا هنا هذا الرجل عاش المعرفة الحقيقية بالله عز وجل والمعرفة النظرية المعرفة الحقيقية الحسية في تلك اللحظات ذاق حلاوة الإيمان بأن الله عز وجل هو الرازق أن الله جل وعلا هو المهيم منظريا عمليا إحساس داخلي عاشه وهذا ما نحتاجه حتى نصل إلى الطمأنينة العارفين الطمأنينة العارفين ترتكز على هذا النوع من المعرفة أما النوع السادس والأخير فهو سكينة العاشقين هذه أرفع مستويات السكينة هذه لا يصل إليها إلا الأوحدي من الناس فيها خاصة جدا سكينة الحسين من هذا النوع أشق خلاص لا يرى شيء في الوجود إلا الله عز وجل تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني بالحب أربا لما مال الفؤاد إلى سواك خلاص هذا أشق هيام إنها تأتي الطمأنينة العاشقين ولهذا أصحاب الحسين وصلوا إلى مقام سكينة العارفين وكانوا ينظرون إلى الحسين سلام الله عليه ينظرون إلى الحسين ويتعلمون منه تلك السكينة والطمأنينة